يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقه لو أنك تملك ألف ريال ثم تصدقت بعشر أو عشرين ريالا فلا تقول أصبح عندي تسعمائة وتسعين أو تسعمائة وثمانين نقص مالي والله إن الله يعوضك بنص هذا الحديث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقه والله تعالى يقول وما انفقت من شيء فهو يخلفه يقول رافع بن خديج رضي الله عنه الصدقة تسد سبعين بابا من أبواب السوء من أبواب السوء أن يعقك ولدك من أبواب السوء أن يحتال عليك أحد ويأخذ مالك من أبواب السوء أن يصيبك مرض من أبواب السوء أن تصدم سيارتك من أبواب السوء أن تفصل من وظيفتك من أبواب السوء أن يحترق بيتك من أبواب السوء أن يأخذ مالك أبواب السوء كثيرة يقول رافع بالخديج الصدقة تسد سبعين بابا من أبواب السوء يسدها الله تعالى عنك وأفضل الصدقة الصدقة على ذوي الرحم تحسن إلى أختك تحسن إلى ابنتك المتزوجة تحسن إلى خالتك إلى عمتك إلى عمك إلى خالك كلما كان رحما فإن الصدقة عليه أفضل ولو كان رحما كاشحا أيضا رحما بينك وبينه مشاكل وتصدقت عليه فالأجر أعظم قالت أم سلمة يا رسول الله أشعرت أني أعتقت وليدتي عندها جارية وأعتقتها أصبحت حرة والعتق من أفضل الأعمال قالت أشعرت أني أعتقت وليدتي فلم يقل صلى الله عليه وسلم لها مؤيدا نعم العتق له أجره وثوابه وكذا لا قال أما إنك لو أشعرتني لو أخبرتني قبل أن تعطقيها لأمرتك أن تعطيها أخوالك يعني أن تبقيها أمه مملوكة وأن تحسني بها إلى أخوالك لأنهم قوم ضعفة يحتاجون من يساعدهم في البيت قال أما إنك لو أخبرتني لأمرتك أن تعطيها أخوالك هذا يدل على أن الصدقة على ذي الرحم أفضل وأعظم أجرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا استعملنا وإياكم في طاعة أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجيد العظيم وإليكم من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه